في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤيتها لتطوير منظومة التعليم العالي تم صدور قرارات بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة لجامعتين للأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني وقد تقرر قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر حيث تقرر البدء في هذه المرحلة في الفترة من 23 حتى 30 من أغسطس الجاري وذلك من خلال موقع خاص بالتنسيق الإلكتروني